بسم الله الرحمن الرحيم لوندوز بسم الله نبدأ زر ابداء يمكنك يمكنك زر ابداء من فتح قائمة ابداء وتحتوي قائمة ابداء على التطبيقات والاعدادات والملفات تطبيقات اعدادات ملفات وبالاضافة العرض بعض التطبيقات في شاشة البدء على شكل مستطيلات قابلة للحركة والتي يمكن ان تعرض معلومات ديناميكية من هذا التطبيق على سبيل المثال يتم تلخيص رسائل بريد في لوحة تطبيق البريد بنمتظر روحة تطبيق الطاقس توقعات الطاقس دعونا نراها هذه قامة ابداء هذه settings pictures documents user اللي شغال عليه الآن عندي هنا ايضا start لاحظ عندي هنا التطبيقات والتي موجودة على شكل حروف مثلا بدي انا التطبيق word w ok على تطبيق x xbox الى اخره او استعراضها هناك هذه التطبيقات الذي يمكن تحريكها ok لتطبيقات كثيرة الاستخدام استطيع اضافة تطبيق اخر bright سوف نرى كيف نفعل ذلك نعود الى لوحة الشرح لاستعاب القائمة الكاملة للتطبيقات والبرامج في قامة البدء تظهر ميزات معينة مثل مستكشف الملفات وتطبيق الاعدادات وسورة حساب المستخدم وزر الطاقة على جانب الايسر تكلمنا عنها اذا نبدأ في ارض اوامر الحساب انقر على سورة ملف الشخصي انقر فوق الزر توسيع في الزاوية العليا اليسرى من القائمة ابداع قبل النقر فوق اسمك وسورة ملفك الشخصي اختر الامر المطلوب تتضمن الاوامر تغيير اعدادات الحساب قفل جهاز الكمبيوتر الخاص بك من يطلب كلمة مرور لفتحه او تسجيل خروج والسماح لمستخدم اخر بتسجيل الدخول اذا هذه الاعدادات التي نتكلم عنها نرى معا هنا المستخدم هذه المطلوب change count settings قفل الجهاز الخروج او تبديل المستخدم طيب نستكمل فتح التطبيقات الان يمكنك اختيار اي تطبيق من التطبيقات الموجودة يمكنك عرض قائمة بجميع التطبيقات المثبتة بالترتيب الابجدي من خلال القائمة ابداع في الاسدارات السابقة من windows 10 تم استخدام ميزة جميع التطبيقات لوصول القائمة التطبيقات all programs تم تحديد طريقة عرض التطبيق لتقليل عدد النقرات المطلوبة للوصول الى التطبيقات في قائمة ابداع انقر فوق الزر ابداع تظهر تطبيقات مضاف حديثة من الاكثر استخداما انقر فوق التطبيق لفتحه تطبيقات ويندوز المثبتة يأتي ويندوز عشرة مجهزا ببعض التطبيقات المثبتة مسبقا يعرض هذا الجدول تفاصيل بعض التطبيقات الافتراضية التي تستجدها في قامة إبداء علما بأنها قابلة تخصيص حسب اهتمامات واحتياجات المستخدم مثلا التطبيق المنبهات وضبط الساعة لتنبيهات الأوقات لتنبيهات الأوقات محددة واستخدام جهاز توقيت ساعة توقيت للأحداث وعرض ساعتك أو الساعة الإقليمية الأخرى كالكوليتر حاسبة استخدام آلة حاسبة قياسية لإجراء الحسابات والتحويلات تحويلات مفيدة عند السفر لمنطقة أخرى وسوف نتكلم عنها بشكل مفصل في الوحدة الثالثة من هذا الفصل مابس خرائط عرض مواقع معين على خريطة أو الحصول على اتجاهات ومعلمة الحركة المعرور على أساس موقعك أخبار نوتباد وهو ملاحظات المفكرة لكتابة ملاحظات نصية والعودة لها لاحقاً والطقس عندنا هنا Alarms and Clock نفتح واحد من الطبيقات التي تتكلمنا عنها نرى Clock Timer Stopwatch إلى آخره هذه من الطبيقات الموجودة أيضاً لدينا Calculator سوف نتكلم عنها فيما بعد Calendar مهمة جداً لتحديد الموعيد إلى آخره من الطبيقات التي أضافتها Windows وذلك للتحسين في استخدام الجهاز إلى آخره نستكمل تثبيت تطبيق في قامة إبداء إذا وجدت أنك تحتاج استخدام تطبيقاً بكثرة ويمكنك تثبيته في قامة البداء لتثبيت التطبيق أنقل فوق الزر إبداء تظهر جميع التطبيقات المثبتة أنقل بزر الفعل الآيمن فوق التطبيق التي تريد تثبيته اختر التثبيت إلى البداء دعونا نرى كيف نفعل ذلك Start على سبيل المثال Calculator Right Click Pin to Start تم أظهره في هذه المنطقة كما ترون استطيع تحريكه أرغب في وضعه في هذه المنطقة على سبيل المثال أو هنا مثلاً إلى آخره إذن سوصول أسرع مثلاً أستخدم Access بكثرة Pin to Start هذا Access سوف أضعه ضمن مجموعة الأوفيس بالشكل التالي طيب لإلغاء تثبيت Right Click Unbin from Start طيب ماذا هنا؟ Right Click Unbin from Start More Pin to Task Bar استطيع تثبيته على شريط المهام ضحظ الآيكون موجود ولكن البرنامج غير لا يعمل ولكن تثبيته بهدف What؟ بهدف أن أكون أيضاً هناك سرعة في فتح التطبيق إذن كما لاحظنا يمكن تثبيت التطبيق على شريط المهام يمكنك تثبيت أي تطبيق قيد التشغيل على شريط المهام بالنقض بالزر الفعر الأيمن لتظهر قائمة أحدها تثبيت على شريط المهام على سبيل المثال الآن أنا لدي التطبيق بوربوينت مفتوح غير مثبت أقول pin to taskbar حتى عند إقفال هذا التطبيق سيبقى ظاهراً إلغاء التطبيق إلغاء تثبيت right click and pin from taskbar يتم إلغاء تثبيت التطبيق على taskbar على شريط المهام لذلك تثبيت تطبيق من قائمة إبدأ ذكرنا الطريقة تغيير حجم لوحة التطبيقات تظهر بعض التطبيقات كأثارات متجانبة مباشرة وهي اختصارات لفتح التطبيقات يوفر live tile أيضاً معلومات في الوقت الفعلي من هذا التطبيق المحدد إذا كان هناك live tile أي بلاطة من البلاطات يعجبك ولكنك تريد رؤية المزيد معلومات حول هذا الموضوع مع تطبيق الطاكس يمكنك تجعله أكبر الاخطوات انقل فوق الزر الإبداء انقل بزر الماوس الأيمن فوق لوحة التطبيق التي تريد تكبيرها أو تغيير حجمها اختار تغيير حجم مطلوب دعونا نتقوم بالتطبيق على سبيل المثال هذا التطبيق وذر خلنا نختار وذر هذا الوذر bent to start الآن هو موجود هنا right click أرغب بتكبيره wide wide أكبر أكبر large أصبح أكبر ويعرض معلومات أكثر تصغير small صغير بشكل كبير كلما كامير الحجم كلما زاد عجد المعلومات أو كمية البيانات التي تظهر في التطبيق هناك أمور أخرى 10 live tile off معنى أنه لا يعرض شيء لا يعرض معلومات on يعرض تكلمنا عن أيضا bent to taskbar app settings هي عدادات خاصة في التطبيق وتختلف حسب حاجتكم المستخدم share لمشاركة هذا بوضع التقس مع أشخاص آخرين تغيير حجم قائمة ابدأ يمكنك تغيير حجم القائمة ابدأ التي توسع أو تضيق طريقة أرض live tiles انقل فوق القائمة ابدأ ضع المؤشر على حافة خارجية لقائمة ابدأ اسحب هنا البحث تسمية مجموعة تجانب يمكنك إضافة أو تغيير عنوان مجموعة انقل فوق الزر ابدأ انقل فوق المسافة الفارغة بين مجموعة التجانب هنا أرغب المجموعة التجانب نقل 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 new group new group إضافة مثلا utilities enter اصلحة لي لي متموعة utilities واستطيع إضافة ما أريد على سبيل المثال في هذه المجموعة الأولى هي مجموعة office هذه مجموعة explore مجموعة مجموعة utilities إلى آخر إقاف تشغيل مجموعة التجانب كنا قد رأينا كيف يقوم نقوم بإقاف تشغيل مجموعة التجانب عندما توقف أوقفنا عملية تشغيل مجموعة box إضافة مجلدات مفضلة إلى قائمة إبداء يمكنك إضافة تلك المجلدات إلى قائمة إبداء للوصول السريع نقل فوق الزر إبداء نقل فوق الزر إعدادات تظهر الفئة أفوا الإعدادات نقل فوق إطفاء الطابع الشخصي تظهر إعداد التخصيص اختار إبداء نقل فوق اختيار مجلدات تظهر في إبداء تبديل مجلدات إقاف تشغيله تظهر مجلدات التي ما تبدو لها كأزرار على جانب الأيمن من القائمة إذن خطوات من settings personalization نختار start نختار choose which folders appear and start ونقوم ب on أو off دعونا نقوم بالتطبيق settings personalization personalization هذه file explorer ظهر هون طيب تم اخفاؤه غير موجود مثلا downloads downloads تظهر الآن هنا وهكذا إذن ممكن إضافة ما أرغب فيه أو إزالة downloads explorer سأبقيها إيقاف تشغيل الكمبيوتر مستحصا إيقاف تشغيل الكمبيوتر بشكل دوري للسماح لويندوز بإجراء التنظيف للملفات والحفاظ على طاقة البطارية قبل إيقاف تشغيل الكمبيوتر احفظ عملك وأغلق أي ملفات أو تطبقات مفتوحة إيقاف تشغيل الكمبيوتر انقر فوق الزر ابدأ انقر فوق إيقون الطاقة تظهر ثلاثة خيارات sleep السكون وضع الكمبيوتر في وضع الطاقة المنخفضة يتم استخدام كمية صغيرة من الطاقة للحفاظ على الذاكرة ويتم تشغيل الجهاز بتحليك الماوس أو الضغط على الكيبورد إيقاف shutdown إغلاق جميع التطبيقات والبرامج وفصل الطاقة كلية على الكمبيوتر وللتشغيله يجب أن تضغط على زر التشغيل إعادة التشغيل restart إيقاف تشغيل وإعادة التشغيل ترقائيا إذن عملت shutdown مع تشغيل ترقائي ثلاثة اختر إيقاف التشغيل يقوم Windows بإغلاق كافة التطبيقات والبرامج وتنظيف ملفات النظام وإيقاف تشغيل الكمبيوتر تطبيق الإعدادات في Windows 10 عاد Windows 10 تنظيم الكثير من الإعدادات النظام في تطبيق إعدادات جديد للوصول إلى تطبيقات الإعدادات من زر إبدأ انقل فوق الزر إبدأ انقل فوق زر إعدادات في تطبيق الإعدادات هناك عدد من الفئات التي تشمل معظم إعدادات الكمبيوتر انقل فوق فئات الإعداد للعرض الفئات الفرعية التي ترغب في العمل عليها الفئات الموجودة في تطبيق الإعدادات لا نتكلم عنها كلها ولكن نتكلم عن معظم الفئات الموجودة مثلاً فئة النظام يحتوي على إعدادات العرض والإعلام والتطبيق والطاقة الأجهزة يحتوي على إعدادات العرض والإعلام والتطبيق إعدادات الأجهزة عفواً شبكة إنترنت يتضمن إعدادات الشبكة التخصيص يسمح لك التغيير الخلفية صورة شاشة القفل والألوان الحسابات عرض معلومات الحساب المتصلة وخيارات تسجيل الدخول الوقت واللغة يحتوي على الوقت والتاريخ واللغة والإعدادات الأقليمية. سهولة الوصول توفير ميزات إمكانية الوصول للأفراد ذوي الاحتياجات الخاصة. الخصوصية يسمح لك بتحديد التطبيقات التي يمكنها الوصول إلى الأجهزة والبيانات الخاصة بك. التحديث والأمان يسمح لك بتحديد التطبيقات التي يمكنها الوصول إلى الأجهزة والبيانات. إذن دعونا نرى settings هذه معظم الاعدادات التي تتكلمنا عنها systems personalization easy of access gaming time and language accounts الى اخرة الى هنا انتهت محضرتنا لهذا اليوم ارجو اجابة اسئلة التقييم الذاتي لكم مني كل تحية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة